لا تزال مسألة توافق على اسم بديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي محضى جدل ففي الوقت الذي يجمع مسؤولون وبرلمانيون عراقيون على عجز القوى السياسية تقديم شخصيات مناسبة أو مقنعة لمنصب رئاسة الوزراء تستمر التظاهرات السلمية التي ارتفع سقف مطالباتها إلى اختيار رئيس وزراء مستقل من خارج الوسط الحاكم منذ 16 عاما المتظاهرين وثوار الأحرار وجميع الساحات احنا عدنا تنسيقيات مع محافظاتنا جاي أكدون على ترشيح شخصية عسكرية للمرحلة المقبلة ومطروح أسماء وإن شاء الله هذه الثورة تكافئ تكافئ شخصياتها الوطنية ومطروح اسم عبد الوهاب الساعدي والأخ العزيز عبد الغني الأسدي فالرأي للشعب إن شاء الله والشعب اليوم أخي العزيز اليوم الكتلة الأكبر المتظاهرون أكدوا توافقهم على خمس شخصيات ممكن أن تحل بديلا عن رئيس الوزراء المستقيل التنسيقيات والمتظاهرين رشحوا خمس أسماء من ضمنهم رحيم العقالي وأكو قاد عسكريين متقاعدين وزيد نيتش الأسماء عبد الغني الساعدي فإحنا هم ليش يكون يلفون يدورون إلا يجبون واحد من ضمن العملية السياسية مرح من العملية السياسية إذا يريدون يحلون هالنزاعات يرشحون واحد من هؤلاء الخمسة حتى تنحل المشكلة مجمل الأسماء التي تم تداولها رفضها المتظاهرون كونها تمثل أحزاب السلطة الحاكمة مطالبين بترشيح أسماء النزيهة ومشهود لها بمواقفها الحقيقية تجاه البلاد حتى أن الاجتماعات بين رئيس الجمهورية والكتل السياسية لم تتوقف إلا أنها لم تصفر عن اختيار أي مرشح بشكل نهائي لغاية الآن شكرا